وفيما أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي استناف تصدير نفط كردستان خلال الأسبوع الجاري كشفت وكالة رويترز عن أربعة مصادر أن الحكومتين الاتحادية العراقية وقيم كردستان توصلتها إلى تسوية لقضايا فنية ضرورية للسناف التصدير وضافت أنه بموجب الاتفاق ستوقع شركة تسويق النفط العراقية سومو عقودا مع التجار بموجب تفويد بينما سيتم منع بيع نفط كردستان إلى أسيا وسيسعر مقابل سعر البيع الرسمي لخام كركوكا وحسب مصادر الوكالة فأن موافقة تركيا على استناف تصدير مرتبطة بمفاوضات تتعلق بالغرامات التي فرضتها غرفة التجارة الدولية في باريس وقضايا تصدير أخرى تصل أموالها لأكثر من ملياري دولار